الطلب المتزايد على الغذاء في العالم العربي وفرص تحقيق الاكتفاء الزراعي الذاتي ودور إدارة الموارد المائية والتعاون الإقليمي في تحسين إمدادات الغذاء بالإضافة إلى أثر تغير المناخ والحروب والنزاعات على إنتاج الغذاء قضايا عدة بحثها المؤتمر السنوي السابع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية أفد في العاصمة الأردنية عمان برعاية الملك الأردني عبدالله الثاني الأمن الغذائي تصدر جدول الأعمال حيث كشفت الدراسات والأبحاث التي أجريت أرقاما مقلقة حول واقع الغذاء في المنطقة العربية وضرورة اعتماد استراتيجيات واضحة لسد الفجوة الغذائية التي تتسع عاما بعد عام يجب أن تضع الدول العربية الأمن الغذائي في رأس أولوياتها وأن تعمل على التعاون الإقليمي أبرز شيشفني لا يمكن لأي دولة عربية وحدة أن تؤمن أمنها الغذائي عليها أن تتعاون في دول عند مياه دول عند أراضي دول عند أمكانيات بشرية دول فيها تزرع أمح ودول فيها تزرع بطاطا فالجفاف ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الموارد المائية وتدعيات تغير المناخ تحديات قد تؤدي إلى مزيد من التدهور الغذائي في عالمنا العربي المشاكل اللي عم يواجهها الغذاء في لبنان في اسم منه العلاقة بالتلوث يعني من الري يعني من المياه اللي عم تستعمل للري بالمناطق وأحيانا عم تكون مياه صرف صحي أحيانا عم تكون مياه غير صالحة أساسا للري بسبب ملوثات صناعية وغيرها مفروض يعني ناخد في عين الاعتبار ترشيدات استعمال المياه موضوع يعني النتائج اللي أجت عن طريق البحث العلمي التمر والمنتدى بلش من أيام دورة الرئيس رفيق الحريري بال2004 اللي هي كانت فكرته ويسقه مع سيد نجيب صعب يبلشه هذا المنتدى العربي ودورة الرئيس سعد الحريري حريص أنه يكون كل سنة ضمن مجلس الإدارة وحريص أنه يساعد هذا المؤتمر وينما كان بالعالم العربي وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين العرب ونحو 750 مندوبا من 54 دولة يمثلون 170 مؤسسة من القطاع العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية وهيئات الاستثمار الزراعي ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني في محاولة لإيجاد الحلول لمعدلة الغذاء المتفاقمة تبدو صورة الأمن الغذائي في العالم العربي قاتمة وستزداد قتامة واستغياب السياسات الحكومية الفاعلة وعدم تبدل أنماط الاستهلاك فهل تتغير لعبة الغذاء في العالم العربي من العاصمة الأردنية عمان سلمان العنداري تلفزيون المستقبل